أن نجتمع قائد قيادة الأركان وقائد قوات البحرية والجوية والأرضية وقيادة النواحي وقيادة المجلس الأمن القومي هم الذين اتخذوا هذا القرار وليس القائد صالح فقط هذا معطى جديد ولم يكن هذا الاجتماع على هذا المستوى الأعلى طول تاريخ ربما الجزائر المستقلة فمعنى ذلك أنهم رفعوا أهبة الاستعداد إلى حالة التصدي للغزو والاحتلال تعرف؟ يعني تذكر لما قلت لكم أنه فيه سيناريو الغزو والاحتلال؟ ممكن؟ ممكن أن يكون؟ ولا بد أن يكون مستعدين؟ نعم ممكن أن يكون ولا بد أن يكون مستعدين هذه واحدة الأمر الثاني أنه سيناريو السيسي مش عارفين أنتوا نور عينينا ولا إيه؟ هذا سيناريو مطروح والد واعي به الشعب الجزائل لكن خلينا نخوض خطوة بخطوة مرحلة في مرحلة هذه معركة تحرر طويلة الأمد هذا مصار تحرري وليس مصار سياسي لكي نقول تفضل أنت يا قاية صالح خد الثمرة وتفضل أنت يا فلان وخد الثمرة وتفضل أنت فلان وخد أنت هو البطن القوي لا لا هذا مصار تحرري خطوة بخطوة الخطوة الأولى والتي هي مفصلية وتاريخية هو تحييد العصابة تحييد العصابة التي تنتمي إلى فرنسا ارتباطا عضويا هذا الكلام واضح جدا لا نستطيع أن نخوض جبهات مفتوحة على كل الجبهات الآن جاءت الفرصة لممكن تقاطع مصالح قيادة الأركان دع لمعادلة العلاقة بين الشعب والمؤسسة العسكرية الآن واضحة هو الشراكة شعب زائد جيش لعملية تحررية يساوي تحرر البلد شعب زائد جيش بلف وضوران يسمى سيناريو سيسي بكل بساطة واضح أو مش واضح نزيد وضح من يضمن تحقيق المعادلة الأولى؟ ليس هناك ضمان إلا وعي الشعب الجزائري وهو سوف يقبل أو يرفض الآن قال قيادة الأركان أصدرت بيانا وقيادتنا واحد وقيادة المجلس الأمن القومي أصدروا بيانا وأصدروا خطوات وبدأوا يأمرون الآن وبدأوا يتحركون على مستوى القضاء وكذا طيب الشعب الجزائري الآن لابد أنه يبقى أيضا في الشارع ويوم الجمعة يخرج خروجا مكثفا لكي يقول أنا أمارس دور رقابي على الأجهزة والمؤسسات السيادية التي تطبق أوامر الشعب ويبقى مراقب إذا طبقتها قيادة الأركان حرفيا معنى ذلك أنهم معنا ومع الشعب إذا لم تطبقها ما لدلك أنه هو لفتورة؟ قد يؤدي هذا إلى العسكرة لماذا لا يتم القبول؟ قد يؤدي هذا إلى العسكرة من العسكرة؟ بهذه الطريق هذا السيناريو خارطة طريق للعسكرة لا لا بالعكس هو اصطفاف كامل بين الجيش والشعب والشعب والجيش أين عسكرة؟ لابد أن نبقى بالحراك السلمي والحضاري وأشهد به اليوم أيضا قيادة الأركان أشهدت به ترجمة نانسي قنقر